اشتركوا في القناة لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إخوتي المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من مكارم الأخلاق والتي نتناول فيها ونتحدث فيها عن خلق ومكرمة أخرى من كريم الأخلاق وجميل الصفات التي جاء بها شرعنا ورغبنا فيها نتكلم في حلقتنا هذه عن خلق يحمل صاحبه على الخضوع للحق ولانقياد له وقبوله ممن قاله هذا الخلق يرفع المرأة قدرا ويعظم له خطر ويزيد نبلا يزيده نبلا من ثمرات هذا الخلق زرع المحبة لصاحبه في قلوب الناس هذا الخلق إخوتي الكرام هو خلق التواضع التواضع أحبة في الله معناه عدم محبة الترأس وكراهية التعظيم والزيادة في الإكرام وأن يتجنب الإنسان المباهات بما فيه من الفضائل والمفاخرة بالجاه والمال وأن يتحرز من الإعجاب والكبر هذه أشياء يحصل بها التواضع من اتصف بها استحق هذا الخلق العظيم ويوصف بأنه متواضع أولها عدم محبة الترأس بمعنى أن المتواضع لا يحب أن يترأس على الناس وأن يكون في مقدمتهم حتى ولو قدموه ورأسوه فإنه في الحقيقة لا يحب ذلك لا يرغب فيه ومن باب أولى أنه لا يطلب الترأس تواضعا لله سبحانه وتعالى ثانيهما كراهية التعظيم والزيادة في الإكرام بمعنى أن المتواضع يكره أن يعظمه الناس مع أنه مستحق للتعظيم لمنزلته بينهم إلا أنه من تواضعه يكره ذلك ويكره أن يبالغ الناس في إكرامه ثالثها تجنب المباهات يتجنب المباهات بما فيه من الفضائل بمعنى أن الشخص المتواضع يتجنب أن يباهي ويفاخر الناس بما رزقه الله تعالى من الفضائل والمكارم بل هو حريص على أن يجعل نفسه في مصاف عامة الناس لا يتبهى عليهم بشيء لا يتبهى عليهم بشيء من الله به عليه ويعتقد أن هذه الفضائل التي فيه إنما هي محض فضل الله سبحانه وتعالى لا يستحقها ابتداءا ولولا أن الله سبحانه وتعالى من بها عليه لما نالها وما وصل إليها رابعها رابع الأشياء التي يحصل بها التواضع تجنب المفاخرة بالمال والجاه لا يفاخر الناس بماله بأنه أكثر منهم مالا ولا يفاخرهم بأنه أكثر منهم جاهن كما قال صاحب الجنتين في سورة الكهف حين فاخر بماله وجاهه قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا أعز نفرا يعني أعز عشيرة ورهطا وكما قال عيينة والأقرع لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نحن سادات العرب وأرباب الأموال فنحي عنا سلمان وخبابا وصهيبا احتقارا لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وتكبر عليهم ومثل هذا الآن المصابون بفايروس القبلي المقيتة يتفاخرون بها المتواضع لا يفاخر لا بالمال ولا بالجاه ولا بالمنزلة خامس الأشياء التي يحصل بها التواضع التحرز من الإعجاب والكبر بمعنى أن المتواضع مع كونه لا يفاخر لا بالمال ولا بالجاه ولا يحب الترأس فهو مع ذلك يحترز أشد الاحتراز من أن يصاب بمرض العجب تعجبه نفسه العجب معناه ملاحظة الإنسان لنفسه بعين الكمال والاستحسان مع نسيان منة الله سبحانه وتعالى عليه فالمتواضع يحترز من هذا العجب ويحترز أيضا من التكبر على الخلق التكبر معناه احتقار الناس وازدراؤهم وعدم قبول النصيحة هذه الأشياء هذه الأمور من اتصف بها كان متواضعا وهذا التواضع أحبة في الله منزلة وسط بين الكبر والضعاة الكبر احتقار الناس ورد الحق كما ذكرنا والضعاة معناها المهانة ربما يخلط بعض الناس بين التواضع وبين الضعاة والمهانة الضعا والمهانة معناها أن يضع الإنسان نفسه في مكان أو موطن يزرى به فيه كمن يفعل شيئا يتهم به في دينه يجعل نفسه في موطن التهمة مثلا وكمن يقبل يد الفاسق والظالم زي اللي كان يبوس في يد المقبور فهذا هوان وضعه وليس تواضعا التواضع يكون للمؤمنين كما قال الله سبحانه وتعالى أذلة على المؤمنين لكن تقبيل يد الفاجر هذه ذلة ومهانة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه رواه أحمد والترمذي وابن ماجه التواضع أيها الأحبة من الأخلاق التي رغبنا فيها شرعا وجاء الكتاب والسنة بالترغيب فيهما بالترغيب في التواضع والحث عليه فالتواضع في القرآن وصف الله به عباده المؤمنين فقال عز من قائل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونى والمعنى عباد الرحمن الصالحون يمشون على الأرض هونى أي بسكينة وتواضع وفي سورة المائدة أخبر الله سبحانه وتعالى أن التواضع من صفة الذين يحبهم ويحبون نسأل الله نجعلنا منهم فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون ما صفتهم؟ قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين الآية أذلة على المؤمنين أي متواضعين وليس المقصود ذلة الهوان والضاعة كما قلنا وقد عدى الذلة هنا بحرف الجر على ولم يعدها باللام فقال أذلة على المؤمنين على لأن ذلة هنا مضمنة معنى الشفقة والرحمة والعطف واللين وجاء في الحديث الصحيح فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد والمعنى أن شأن المؤمن من ترك التكبر والتزام التواضع كالجمل الأنف أي الجمل الذي جعل الزمام في أنفه فيجره من يشاء من صغير وكبير إلى حيث يشاء وهكذا شأن المؤمن معناها أنه مطاوع لإخوان المؤمنين بعيد عن العناد والشقاق وهذا من التواضع قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية أذلة على المؤمنين قال هذه صفات المؤمنين الكمل أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه ووليه متعززا على خصمه وعدوه ونحن الآن في هذا الزمن كثير مننا إلا من رحم الله قلب الأمر الإلهي الله أمر بالتواضع للمؤمنين والعز على الكافرين والآن نجد بعضنا يتواضع للكافرين ويتعزز على إخوانه المؤمنين ومثل هذه الآية الكريمة التي جاء فيها التواضع للمؤمنين قوله سبحانه وتعالى واخفض جناحك للمؤمنين أي أل جانبك لمن آمن بك وتواضع لهم وقوله سبحانه وتعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين إخوة المشاهدون أهل التواضع هم الذين أعد الله لهم دار كرامته وجعل لهم الدار الآخرة فقد أخبر سبحانه وتعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول جعلها الله لعباده المؤمنين المتواضعين لعباده المؤمنين المتواضعين قال الله سبحانه وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين للذين لا يريدون علوا في الأرض أي لا يريدون ترفعا على خلق الله وتعاظما عليهم وتجبرا بهم ولا فسادا في الأرض ليسوا مفسدين ولا الإفساد غرضا لهم فالجنة للمتواضعين والمصلحين وليست للمتكبرين والمفسدين التواضع سبب للرفعة في الدنيا والآخرة ولا يمكن أن تجد شخصا متواضعا إلا وتجده مرفوع الذكر بين الناس وهذا يشهد له الواقع الناس تحب المتواضع وتكره المتكبر ويذمونه فلان شايف روحة فلان متغطرس متكبر فتجد الناس تكره وتنفر من المتكبر ويدل الشرع أيضا أن المتواضع يرفعه الله تعالى جزاء تواضعه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله قالوا هذا فيه الرفع من جهتين أحدهما أن الله تعالى يمنحه ذلك في الدنيا جزاء على تواضعه له وأن تواضعه يثبت له في القلوب محبة ومكانة وعزة في قلوب الناس الجهة الثانية أن يكون ذلك ثوابه في الآخرة على تواضعه الأمر بالتواضع أحبة في الله نزل به الوحي على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ففي صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد فكلنا مأمرون شرعا بأن تواضع لبعضنا ونحن منهيون شرعا أن يبغي بعضنا على بعض بل جاء الترغيب في الشرع جاء الترغيب في ترك بعض المباحات مراعاة لحال الناس وحثا على التواضع معهم فقد جاء في حديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك اللباس تواضعا لله ترك اللباس يعني اللباس الفاخر الحسن من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها رواه الإمام الترميلي وليس معنى الحديث المنع من لبس الثياب واللباس الحسن كما قد يتبادر للذهل لا فالله تعالى جميل ويحب الجمال وإنما معناه كما قال أهل العلم أن الإنسان إذا كان بين الناس بين أناس المتوسطي الحال لا يستطيعون اللباس الرفيع فتواضعا هو وصار يلبس مثلهم يلبس كلباسهم لألا تنكسر قلوبهم ولألا يفخر عليهم فإنه ينال هذا الأجر العظيم لكن إذا كان بين أناس قد أنعم عليهم يلبسون الثياب الرفيع الحسنة لكنها غير محرمة طبعا فله أن يلبس مثلهم لأن الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا جميل يحب الجمال ويحب سبحانه وتعالى أن يرى أثر نعمته على عبده ولا شك أن الإنسان إذا كان بين أناس رفيعي الحال يلبسون الثياب الحسنة الجميلة ولبسه ودونهم فإن هذا ربما يعد لباس شهرة أيضا فالإنسان ينظر فيه إلى ما تقتضيه الحال قدوتنا وإمامنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرته العطرة مليئة بقصص التواضع الجم من صور تواضعه صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام أبو داود في سننه من حديث أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهراني أصحابه فيجيء الغريب فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتى فبنينا له دكانا من طين كان يجلس عليه يعني الدكان من طين يعني مكان مرتفع قليلا ويجلس عليه واستنبط منه الإمام القرطبي استنبط منه الإمام القرطبي رحمه الله تعالى أنه يستحب للعالم استحباب جلوس العالم بمكان يختص به ويكون مرتفعا إذا احتاج لذلك لضرورة تعليم ونحوه فمن توضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس بين أصحابه لا يميزه عنهم شيء وهو سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام حتى طلبوا منه هم الذين طلبوا أن يجلس في مكان يعرفه به من يأتي من الغرباء ويسأل عن الدين من توضعه صلى الله عليه وسلم كراهيته لألفاظ التعظيم والتفخيم مع أنه أهل التعظيم والتفخيم عليه الصلاة والسلام قال له رجل مرة والحديث في مسند الإمام أحمد قال له يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا فقال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس عليكم بتقواكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل وفي رواية عند النساء في السنن الكبرى قالوا أنت والدنا وأنت سيدنا وأنت أفضلنا علينا فضلا وأنت أطولنا طولا فقال عليه الصلاة والسلام قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان من توضعه صلى الله عليه وسلم أنه ركب الحمار وأركب خلفه أصحابه ففي مستدرك الحاكم وصححه الألباني من حديث أنس رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم يردف خلفه ويضع طعامه على الأرض ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار وهذه لا يفعلها إلا إنسان متوضع وعند الطبران بلفظ كان يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويعتقل الشات يعني يمسك الشاه لما يمسكها ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير من عظيم توضعه صلى الله عليه وسلم إجابته للدعوة لما يدعوه شخص ولو كانت على شيء قليل مهما قلت قيمته ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدي إلي كراع لقبلت المراد بالكراع كراع الشات فمن حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه الجم وجبره لقلوب الناس أنه يجيب دعوتهم ولو على كراع شات ويقبل هديتهم جبرا لخواطرهم كذلك من توضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره أن يقوم له الناس يكره أن يقوم له الناس إذا جاء كما في حديث أنس رضي الله عنه في سنة الترمذي قال لم يكن شخص أحب إليهم يعني الصحابة لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك إخوتي في الله صور تواضع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا مبثوثة في كتب السنة بالأسانيد الصحيحة والحسنة فالتواضع من أخلاقه العظيمة التي أثنى الله بها عليه في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم ومع توضعه أيضا أمرنا بالتواضع ورغبنا فيه وحذرنا من الكبر تواضع إذا ما نلت في الناس رفعة فإن رفيع القوم من يتواضع وكفى بملتمس التواضع وكفى بملتمس للعلو سفالة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الخلق والتواضع وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة مع خلق آخر ومكرمة أخرى من مكارم الأخلاق نستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة